فيه اهتمام كبير بالمشاركة المجتمعية في صنع القرار في كتير من المجالات وده يمكن ظهر من خلال منصة حوار واللي بتعتبر أكبر منصة للتواصل بين الحكومة والمواطنين هنتكلم طبعاً عن أهمية هذه المنصة مع عضفنا الدكتور عصام الجهري أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي وعضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي اللي بنوارنا صباح الخير عليك يا دكتور أهلاً بيك وصباح الخير وعلى صباح الخير على صدر المشاهدين يا أهلاً بيك يا فنم طبعاً من الحاجات المهمة جداً أن يكون فيه تواصل مستمر ما بين الحكومة والمواطنين نقط حاضرة تكلمنا بشيء من التفصيل عن منصة حوار عن أهميتها وإمتى كمان تم تتشانها الحقيقة أن منصة حوار قبل إطلاق المنصة نفسها فيه علم اسمه الإيديمقراطي أو الديمقراطية الإلكترونية إن أنا أستخدم الأدوات الإلكترونية الجديدة زي الحكومة الإلكترونية وكل أدوات التواصل والسوشيال ميديا في إن أنا أعمل نوع من أنواع النفاذية إلى الديمقراطية أصلاً تمام؟ فيه تطبيق من ضمن تطبيقات الديمقراطية الإلكترونية اسمه الإي بارتسيباشن أو المشاركة الإلكترونية الإلكترونيك بارتسيباشن فمنصة حوار هو تطبيق حرفي عملي تطبيقي على فكرة المشاركة الإلكترونية عندي 110 مليون مواطن صوتهم أفكارهم إبداعاتهم مشاركتهم مع الحكومة وكل القطاعات عايزونه يوصل بقى فيه النهاردة نفاذية جديدة بقى فيه قنوات تواصل جديدة زي الإنترنت زي السوشيال ميديا فكان لابد أن الحكومة يكون عندها أكتر من نوع من أنواع قنوات التواصل جاءت الحكومة عملت في المحليات حاجة اسمها مبادرة تسمعنا صوتك بتستخدم تطبيقات الواطس بتستخدم موقع وزارة التنمية المحلية في أن الناس تقدر تبعث لو عندها شكوى في مجال المحليات جاء مجلس الوزراء وعمل حاجة تانية في التواصل أو المشاركة الإلكترونية عمل منظومة شكاوى مجلس الوزراء بقيت عندك قدرة أن أنت لو عايز تشتكي أو عندك مظلمة ما تجاه أي جهة حكومية أو أي موظف حكومي أو أي مشكلة بتواجهك أنك تقدر تتواصل مع الحكوم استكمالا لمنظومة التواصل والمشاركة الإلكترونية طب أنا بقى لو عندي فكرة أنا وعندي الشكوى أنا مواطن أو أنا خبير أو أنا حد عنده فكرة عايز يساعد بها بلده عايز يساعد بها فتصدى مركز دعم اتخاذ القرار أحد المؤسسات العريقة التابعة لمجلس الوزراء في أنه يعمل منصة اسمها منصة حوار الكلام ده كان تقريبا من حوالي سنة الغرض من منصة حوار مش الشكوى بقى احنا خلاص في جهتين أخرين عندها قنوات تواصل مع الجمهير لأي حاجة أخرى إنما النهاردة أنا عايز أطرح فكرة لتطوير قطاع من قطاعات الاستثمار لتطوير قطاع من قطاعات الطاقة قطاعات البيئة مجرد أن أكتب فكرة بياخدوها ويعرضوها على المسؤولين فالنهاردة لو حضرتك دخلت على المنصة هتلاقي فيه 424 فكرة المواطنين العاديين كانت بينهم حقي كمواطن لو عندي فكرة وعايز أعرضها على الحكومة فده كان أول نوع أو أول بند في منصة حوار تمام الحاجة التانية في منصة حوار طيب فيه مواطنين عندهم أفكار كذلك عندنا خبراء أساس الجماعات دكاترة مهندسين عندهم خبرات ما أطباء عندهم خبرات ما وعنده فكرة فبقى فيه جزء كمان للخبراء هنا بقى يعني المقترح أو الموضوع بقى أكثر تعقيدا شوية بقى أكثر أهمية شوية بقى فيه النوع من أنواع الدراسة المسبقة له طيب هل اكتفت منصة حوار التابعة المركز دعم اتخاذ القرار بأن يكون فيه بند للأفكار وبند للخبراء لا عملت كمان حاجة مهمة جدا عملت حاجة اسمها منتدى الحكومة بنترح كل شهر مثلا موضوع أو اثنين أو ثلاثة وليكن هناخد موضوع البيئة واللي عايز يخش يسجل وفيه كأننا في ورشة عمل ورشة نقاش على مدار الشهر حضرتك دخلت السيد محمد راح داخل كاتب حاجة عن مشكلة من مشاكل الطاقة رحت أنا داخل متصدي إليها وكاتب والله يديه ممكن أن نحن نحلها عن طريق كذا 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 راح زميل تالت داخل قال لا ما ينفعش لأن تشريعيا الحل ده مش هينفع دخل رابع قال لا استنوا القضية في هذا الموضوع تخص التمويل احنا محتاجين تمويل طيب راح داخل حد تاني قال لا ده التمويل ممكن نجيبه من القطاع الخاص مش من الحكومة فبقت دائرة مستديرة حوار حقيقي خبراء مع مواطنين مع قطاعات حكومية الهدف والغرض في الآخر أن في تواصل حقيقي ما بين المواطنين والخبراء والمفكرين مع حكومتهم المخرج والمنتج ده كله بيرجع يتوزع على الجهات المسؤولة عن الأفكار أو عن المشاريعات اللي احنا بنتكلم عنه فمنصة حوار مرة تانية برضو هي تطبيق عاملي على فكرة المشاركة الإلكترونية للمواطنين مع حكومتهم في تحسين اتخاذ القرار معمولة بقى لها قد يبقى المنصة بقى لها سنة بقى لها سنة تالي طيب الحوار قائم على أن الناس بتبعت أفكارها وبيحصل أي نوع من أنواع الرد ولا بيأخذ الرأي في الاعتبار خصوصاً في مجتمع بحثي يعني فيه ناس كثير قوي في مراكز البحوث المختلفة عندها رسائل ماجستار ودكتوراب تبقى عندها أفكار قابلة للتطبيق بالفعل إبتاعت تعملها وهدفها أنها توصل أكتر فيه أجزاء منها مرتبطة بأن أنت تعرض الفكرة وفيه ناس تخش تعمل لك فوتينج فالفكرة دي تطلع فوق لأن الناس معجبين بالفكرة ده ترك الترك التاني المنتدى اللي تكلمنا عنه اللي يبقى فيه نوع من أنواع التواصل والردود والمناقشة للفكرة وفيه الخاص بالخبراء ده ممكن تقدر تعمل عملية تحميل الملفات ففيه كل الأنواع اللي حضرك سألت عليها طيب هل فيه موضوعات معينة بتتحدد مثلاً نحن فتحين مثلاً الحوار عن الطاقة دلوقتي نعم فبنسمع مقترحات الناس ومقترحات الخبراء والمختصين وحالة الحوار اللي حضرك ذكرتها دي نعم هل بيقى فيه موضوعات معينة ولا الموضوع مفتوح لأي حد عنده منتدى الحكومة القطاع المرتبط في منصة حوار بمنتدى الحكومة بيتحدد مواضيع طبعاً وليكن الصناعة وليكن السياحة بتتفتح في فترة مثلاً من 26 أربعة ل 26 مايو اللي عايز يدلوا وبدلوا في الفترة دي عن السياحة هتلاقي حدراك ما تخش على المنصة الموضوع السياحة مازال مفتوحة فالعايز يدلوا وبدلوا ويدلوا وبدلوا طب القطاع الاستثمار كان في مارس مكتوب عليه منتهي سهل جداً التصفح وبالمناسبة منصة حوار هي موجودة على الإنترنت آه على موقع لكن سهل جداً أنك تعمل لها أكسس من خلال الموبايل يعني تقدر تستخدمها بالموبايل بمنتهاء السؤولة لأنهم عاملين واجهة سهلة الاستخدام من خلال الموبايل بالمناسبة الموبايل والمنسبة الإنترنت نحن النهاردة عدينا 82 مليون مستخدم على الإنترنت تبقى للآخر تقرير في يناير 24 الشعب كله تقريباً طبعاً أه طبعاً أه طبعاً أو بعض الأميين أه شعب كل 45 مليون موجودين على السوشيال ميديا متوسط استخدام 7-8 ساعات للمصريين يومياً على الإنترنت يعني الناس موجودة كلها يعني بتستخدم التكنولوجيا وموجودة على الإنترنت فهنا أهمية هذه المنصات أنت بما أن أنت بقيت موجود في عالم فأنا بروح لك في هذا العالم عشان أسمعك عشان أعرف منك أنت بتفكر إزاي الجزء الثاني غير بقى الحاجات المحددة بموعيد على مدار العام لا فكر حضرتك ولو عندك فكرة أرفعها فيش أي مشكلة خالصة المنتديات بس هي اللي متحددة بمواعيد بمواعيد وموضوعات منتدى الحوار أما البندو الخاص بالأفكار لدى مفتوحته للسن في أي مجال إحنا عندنا بالفعل حوار وطني وحوار مجتمعي موجود ودائر وبيبقى له مخرجات على أساسها يعني الناس بتتكلم هل بيبقى فيه زي امتداد أو اكستنشن لهذا الحوار أفكار يتم طرحها من خلال قنوات مختلفة ممكن تدعم يعني إحنا شايفين إن بقيت كل الحاجات بتوصل مع بعضها ما بقاش الناس بتشتغل في جزر منعزلة زي زمان بس خلينا نفرق ما بين الحوار الوطن اللي كان معمول في الأكاديمية الوطنية للتدريب لأن ده في زكال لازم تروحي ولازم تتحضر تمام ومرتبطة كمان بموضوع ومرتبطة بزمن خلي بالك إحنا بنبقى في القاعة مثلا تلاتين واحد وإحنا هنتكلم في الموضوع ده بظهر في ساعتين أقصى وقت حد هياخده قديم دي 2-3 دقايق التكنولوجيا فهو مكمل للحوار مخرجاته مركز دعم تخص القرار أكيد بيطلع هذه المخرجات للمسؤولين كعدتوا في كل المخرجات بتاعته مش في منصة تواصل بس أو مش في منصة التحوار بس في كل المخرجات الخاصة بيه طيب إيه طبيعة المقترحات لو عندك مثلا عينة كده من المقترحات اللي طرحها للمواطنين انت بتقولت إن فيه ربعمائة مشاركة ربعمائة تلاتة وعشرين لغات مبارح أول لغات ما شفتها قبل بطخل الحال ناس بتتكلم في استثمار ناس بتتكلم في السياحة ناس بتتكلم في زي استغلال الطاقة ناس بتتكلم في استغلال الموارد الخاصة بالدولة دي أكتر المجالات اللي الأفكار موجودة فيها قطاع الصحة ناس بتفكر فيه كتير جدا لا كل اللي عنده فكرة بيخش كتير المهم كمان يا دكتور في مسألة الحوار بشكل عام إن أنا مثلا لو عندي فكرة وطرحتها فحضرتك زي ما قلت إن فيه نوع من الحوار كل الناس بتدخل تعلق على هذه الفكرة من الممكن إنك تلتقط خيط صغير كده من كلمة أنا ذكرتها في المقترح بتاعي وتبني عليها فكرة تانية تكون هي الأعظم وهي الأكبر وهي الأشمل والأعام كمان وده البنى في العالم في مجال الفكر أنا ممكن أفكر في فكرة الفكرة دي أجزاء منها خاطئة لكن فيه جزء منها صحيح حضرتك تلتقط هذا الجزء الصحيح وتبدأ تكمل عليه منا ممكن تروح مكملة علينا إحنا الاتنين فتعمل عملية تحسين هذاك عملت تحسين تمويلي هي عملت تحسين تشريعي لا لقيت حل إن إحنا مش محتاجين أصلا يكون فيه تدخل تشريعي فده حقيقة وده واقع الأفكار متجددة ومتطورة وممكن تتبنى عليها بالفعل أكيد دكتور عثم الجهري أستاذ نظم المعلومات وإدارة التحول الرقمي وعظة العلمية بمعهد التخطيط القومي نورتنا وشرفتنا وعرفتنا تفاصيل كثير عن المنصة شكرا لجمعكم شكرا لجمعكم شكرا لجمعكم